بسم الله الرحمن الرحيم. السلام وعشف المرسلين. اللهم علمنا ما نفعنا ونفعنا بما علمتنا. انك انت العليم والحكيم. في البداية بحب اشكر كل اخواتي او اصدقائي الموجودين على القناة بسبب الدعم اللي انا بشوفه منهم خلال التعليقات او من خلال اللايقات او الشير او السبسكرايب اللي بتعمل دايما على القناة. ان شاء الله الفترة جاي نقدم كتير من الحلقات او الفيديوهات المفيدة بشكل عامل زي ما احنا شغالين اللي هتفيد اي حد بيهتم بمجال الانترنت او التقنيع عموما بازن الله. في نفس الوقت اعتزر لاي حد ما بقدرش ارد على التعليقات الخاصة بيه بسبب ضيق الوقت وانشغالي وانه ما فيش وقت خالص. وبرجع بعد كده بحاول اشوف التعليقات دي وبحاول ارد على الناس بشكل كبير جدا وبنحاول نحل اكبر قدر من مشاكل سواء على القناة او على صفحة الفيس بوك. القناة تم انشاءها في الفين وسبعتاشر ولكن مكنش مهتم بها اطلاقا تقريبا فيديو او اتنين وبعد شهر هنزل فيديو ممكن اسفها بالتلات اربعة شهور ما نزلش على فيديوهات. عشان كده انا بعتبر انه البداية او انتلاقة القناة الحقيقية كانت في الفين وتسعتاشر هي السنة اللي فاتت بس. الحقيقة انه بفضل ربنا سنو ما فاتلكو القناة زادت بس في الفترة دي حوالي خمسة وتلاتين الف مشترك بس في السنة اللي فاتت اللي هي الفين وتسعتاشر بسبب انتظامنا في سلسلة الفيديوهات الخاصة بالانترنت بشكل مخصص. وزي ما قلت احنا ركزنا في الفترة اللي فاتت على الموضوعات الخاصة بالانترنت ومشاكل الانترنت بقى سواء في مصر او في العالم العربي وبيشرفني على القناة ودايما بابقى سعيد لما بلاقي حد من اخواتنا من الدارة العربية بقى سواء تونس المغرب الجزائر ليبيا اليمن العراق من مكان عربية السعودية اي مكان ببقى سعيد جدا بتواصل الناس دي معنا سواء على الخاص او في التعليقات من خلال الفيديوهات. زي ما بنتنيج دائما في التعليقات سواء في مشكلة بنحاول نحلها او بنتبادل الخبرات زي ما احنا عارفين في كل الفيديوهات اللي موجودة على القناة. المشكلة الوحدة اللي بتواجهنا هي مشكلة الامكانيات. انه احنا بنحاول نجمع اكبر عدد من الرواتر عشان نعمل عليها الشروحات في الفترة القادمة ولكن الموضوع صعب جدا. من فترة منا في فيديو عشان نعرف ايه اكتر رواتر مستخدمة على القناة. طلعوا تقريبا تلاتين خمسة وتلاتين رواتر عشان نجيب الكم ده والعادة ده من الرواتر فتكليفيتهم عالية جدا. فبالتالي بنحاول نشوف حل وسط او بنحاول نشوف طريقة ما ان احنا نوفر بها هذه الرواتر ان شاء الله في الفترة القادمة. تقريبا بقي ساعات بسيطة وندخل في الفين وعشرين ان شاء الله هنضيف للمحتوى كثيرا من الحاجات اللي احنا متكلماش عنها يعني احنا كنا مهتمين الفتر الفاتت او السنة الفاتت دي تعريبا كلها بمشاكل الانترنت وشروحات الانترنت بقى سواء رواتر او تقنيات موجودة داخل الرواتر وغيرها من التقنيات اللي موجودة وشرحنا موجات الرواتر وشرحنا ازاي نغوى الاشهارة وشرحنا عاجات كتير جدا داخل الرواتر او الاكسس بوينت. حمدفوا ان شاء الله الشروحات خاصة بالتقنية عموما بالاضافة الى شروحات الانترنت اللي هنستمر فيها ان شاء الله الفترة القادمة. وانا بطلب منكم ان انتو تسوينا ان شاء الله في التعليقات ايه اللي انتو عايزينه يتم شرحه على القناة او المجالات اللي انتو حابين ان احنا نضيفها للقناة لان اي حاجة هتتشرح فاي هتتشرح لكم او هنتكلم فيها مع بعض سواء ازا كنت مشترك او متابع القناة وانت مش مشترك فانا يهميني ان انا عارف اهتماماتك عشان نقدم الحاجات اللي انت مهتم بها شخصيا. ان شاء الله بعد كده هنعمل نظام في الحلقات انه اسبوعيا هيبقى حلقة خاصة بالانترنت وحلقة تقنية عامة خاصة باي حاجة في التخنية او حلقة ممكن نعمل كل فترة حلقة للاسئلة. يعني ممكن ان شاء الله هنعمل حلقتين او تلاتة اسبوعيا هيبقوا حلقتين لو آآ مفيش حلقة اسئلة حيبقوا تلات حلقات لو هيبقى في حلقة اسئلة او ان احنا هنجمع اكبر عدد من الاسئلة الموجودة في التعليقات ونرد عليها في حلقة كاملة هتبقى في نهاية الاسبوع. وفي بداية السنة الجيدة دي ان شاء الله رب تكون فقط حيت خير على الناس كلها. بحب ان انا اتقدم باعتذار لاي حد انا اصارت معها بدون قصد ساعة على القناة او برا القناة. لانه فعلا الوقت دايق جدا وبسبب الانشغال الموضوع صعب جدا. ولكن انا بحالي على قد ما اقدر اننا اساعد. ويا رب تكون السنة الجيدة دي سنة سعيدة على كل الناس تحققوا فيها كل ما تتمنوه. وهستنى تعلقاتكم على الفيديو ان شاء الله على المحتوى اللي انتم محتاجين ان احنا نضيفه على القناة. وشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.